موسيقى ارحب بك من جديد صديق المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة بدأنا الاسبوع الماضي حديثنا حول ميلاد رسول الامم الرسول بولوس وشوفناه في بداية حياته المضطهد الكنيسة وتابعنا مع بعض من خلال اصحى تسعة من سفر الاعمال لحظة ميلاده لحظة ميلاده الثاني وميلاده كرسول للامم بكمل حديث معاك النهاردة في المرحلة اللي تلت هذا الحدث مباشرة حدث ميلاده في الطريق الى دمشق تحت عنوان تحديات وامتيازات اللي حدث في الطريق الى دمشق غير كل شيء الاحداث تصارعت بعد ذلك بكيفية غير متوقعة وحملت معاها امتيازات وتحديات في آن واحد وكان على شاول ان يواجه هذا الواقع الجديد خلينا ابتد معاك بتحديات اول تحدي في آية تسعة من هذا الاصحى من اعمال تسعة وكان سلاسة ايام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب وبسمي هذا التحدي الوحدة والعزلة سلاسة ايام لم يأكل او يشرب يجلس منفردا في بيت يهوذة الكائن في الزقاق او في الشارع الذي يسمى المستقيم في مدينة دمشق وهو في هذه الوحدة لا يرى احد اديه كان الوقت دا غريب على شاول الفريسي الغيور عضو مجمع السنهدريم المعروف عند رؤساء الكهنة وبقية القادة اليهود هل كان يفكر في ماضيه وافعاله ضد المسحيين هل كان بيفكر في النموس وش رائعه واللي كان عليه ان هو يعرفها جيدا هل بدأ يفهم حالة استفنوس واللي رآها بعنيه وهو يرجم بالحجارة وفي نفس الوقت كان يصلي لا تقم لهم هذه الخطيئة هل كان بيفكر في بره الذاتي اللي كان يسعى باستمرار لتحقيقه ولكنه برؤية يسوع في الطريق اكتشف انه لم ولن يصل الى هذا البر فالبر في المسيح وحده في الغالب تساؤلات كتيرة جدا دارت فيه مخيلته وكلها بتصطدم بلحظة ميلاده في الطريق لكن واضح انه غلب عليه روح الصلاة زي ما الرب قال لحنانيا هو ذا يصلي وبالطبع كانت صلوات اليهودية المعروفة كان يمارسة بانتظام هذه الصلوات كفريس متقدم لكنه الان يصلي بكيفية مختلفة جدا يصلي من خلال الاسم الجديد الذي خلصه اسم يسوع شكرا لله قولنا الكتاب وبينما هو يصلي وهو في هذه الوحدة رأى رؤية الله في نعمته ارى حنانيا قبل ان يأتي اليه وان حنانيا سيضع يده عليه لكي يبصر اكيد قصد الرب بهذه الرؤية انه يطمئنه فهذا العمى مؤقت وسيعود اليه البصر زي ما عادت اليه البصيرة رأى يسوع في الطريق سيراه من جديد في حنانيا وفي بقية تلميذ يسوع في دمشق وفي خارجها فالتحدي الاول كان الوحدة والعزلة اللي استمرت تلات ايام التحدي التاني خائفون ومقاومون لما بنقرأ في آية 13 وآية 14 من هذا الاصحاح اصح 9 اجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كسيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشاليم وهنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك وبعدين في آية 23 بكامر الكتاب ولم تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه ولما جاء الشاول الى اورشاليم حاول ان يلتصق بالتلميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ وبعدين نقرأ بعد كده في آية 29 فاخذه برنابة واحضره الى الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه يكلمه كيف جاهر في ضمشق باسم يسوع وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوه ده ملخص للمقاومين والمضضين اللي وقفوا ضد شاول لدرجة حتى الرغبة في قتلوا وده كان تحدي اخر كبير قدامه يمكن نقدر نتصور ونتفاهم تردد حنانيا في الذهاب الى شاول ومن كلامه نفهم انه شهرة شاول كمضطهد الكنيسة وصلت الى دمشق بل وعالم المؤمنون في دمشق بمهمة شاول والسلطان المعطلي من رؤساء الكاهنة علشان يتعقب المسيحيين في دمشق احيانا يتكرر هذا الموقف في وقتنا الحاضر لما تتردد الكنيسة في قبول بعض المؤمنين مما يترك اثر سلبي عليهم على اي حال لم يترك الرب حنانيا في مخاوفه بل امر بالذهاب الى شاول مؤكدا ان هذا ليه اناء مختار وكان هذا الاعلان كفيل بازالة المخاوف لدى حنانيا وسائل الكنيسة في دمشق ثم وجهته مخاوف مشابهة في قلشالين لانه الجميع كانوا يخافونه غير مصدقين انه تلميذ يمكن اعتقدوا انه يرغب ان يكون بينهم جاسوس لصالح حزبه المعروف الفريسين وهنا بيستخدم الرب برنابع علشان يقدمه ويزكيه امام الرسل زي ما استخدم حنانيا في دمشق لكن التحدي الاخر اللي جيه من المقاومين وصل الى حد القتل وتعرت شاول بحسب ما ورد في هذا الاصحاح اعمال تسعة لمحاولتين لقتله الاولى من اليهود في دمشق والتانية في ارشالين من اليهود المقيمين في بلاد اليونان وبالطبع لم تكن هاتان المحاولتان بعد اختبار تجديده مباشرة لكن يمكن كان يفصل بينهم فترة زمنية قرابة التلت سنوات على الاقل الفترة اللي اضاها في العربية وبعدها عاد الى دمشق السبب في المحاولة الاولى المذكورة في اصح تسعة انه شاول كان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح ويبدو انه في اتفاق تم بين اليهود الراغبين في قتله مع الوالي في ذلك الوقت وده اللي اشار اليه الرسول بولوس فيما بعد لما كتب في كورونستاني 11 في دمشق والي الحارس الملك كان يحرص مدينة الدمشق يريد ان يمسكني فتدليت من طاقة في زنبيل من الصور ونجوت من يديه لكن التلميذ اخذوه ليلا وانزلوه من الصور ونجى من مؤامرة اليهود وعاد الى ارشالين دي المحاولة الاولى محاولة قتله وهو في دمشق اما المحاولة التانية فكان في ارشالين ولنفس السبب ايضا زي ما بقول في اية 28 اسكان يدخل ويخرج في ارشالين ويجاهر باسم الرب يسوع جماعة اليونانيين ما ادرواش يقوموا كلام شاول كلام الحج اللي عنده لكن حاولوا يقتلوه وبحسب روايته في اعمال 22 الرب ظهر ليه وقال له اسرع واخرج عاجلا من ارشالين لانهم لا يقبلون شهادتك عني والرب استخدم الاخوة هناك علشان ينقلوه سرا الى قيصرية ثم الى موطنه ترسوس خلينا اقول صديق المشاهد هنا انه امام كل تحدي لرسالة الانجيل سواء مخاوف او مقاومة من المضادين كلها الحقيقة سقطت وتسقط وزالت وتزول ونتأكد من وعد الرب القديم وده اللي حصل مع شاول هنا ويحدث مع كل الخدام الأمناء اللي بيوجهه ظروف وتحديات صعبة كهذه في الشعي 54 وآية 17 وعد الرب كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه هذا هو مراس عبيد الرب وبالروه من عندي يقول الرب بعد التحديات فيه ألام مرتقبة ألام مرتقبة تنتظر شاول هذا شاول هذا بعد أن صار مسيحيا ده اللي الرب أخبر بيه حنانيا قاله كده سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل إسلي وأكيد حنانيا أخبر شاول بهذا الإعلان وقبل شاول هذا الأمر واستعد ليه وبالطبع يعني من ناحية البشرية الإنسانية أمر غير مشجع أن تقترن الدعوة للحياة الجديدة في المسيح بحتمية آلام جاية على حياة شاول لكن هو ده بالضبط اللي حصل معاه مع بولوس بعد كده بولوس لم يقبل أن يحتمل الآلام فقط لكن نندهش لما نفتكر أنه كان يفتخر بيها وأفكر بس حضراتكم ببعض الشهادات اللي قالها عن هذا الأمر في كورنسوس الثانية 11 كتب لنا آيات رائعة جدا عن فكرة احتماله للآلام اللي جات عليه بسبب معرفته للمسيح وخدمته لرسالة الإنجيل يقول كده من آية 22 في هذا الأصح أهم خدام المسيح فأنا أفضل أهم عبرانيون فأنا أيضا أهم إسرائيليون فأنا أيضا أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثيرة من اليهود قابلته خمس مرات أربعين جلدة إلا واحدة سلاس مرات ضربته بالعصي مراتها نرجمته سلاس مرات انكسرت بالسفينة ليلا ونهارا قضيت في العمق بأصفار مرارا كثيرة بأخطار سيول بأخطار لصوص بأخطار من جنسي بأخطار في الأمم بأخطار في المدينة بأخطار في البرية بأخطار في البحر بأخطار من إخوة كذبة في تعب وكد في أصهار مرارا كثيرة في جوع وعطش في أصوام مرارا كثيرة في برد وعري كل ده اختبروا بولوس فعليا ألام يقول لنا في أصاح ستة من رسالة أفاسوس هذا القول المشجع أيضا اللي بيحكي فيه عن هذا الألم صح ستة وآية اتنين وعشرين الذي لأجله أنا سفير في سلاسل في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم وأفتكر في تمساوس التانية واحد أي 11 و 12 تكلم عن شخص المسيح اللي يقول الذي وعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا لكنني لست أخجل لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم وفي الرسالة التانية أيضا الصح 2 وآية 9 الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمزنب لأن كلمة الله لا تقيد حنانيا أنبأه زي ما قاله الرب سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي تم هذا حرفيا مع بولس فيه أماكن ومواقف كثيرة جدا لكنه كان مش بس بيحتمل زي ما ذكرت لكنه كان يفتخر بهذه الألم لكن نفسي أختم معاك النهاردة ببعض الإشارات إلى الامتيازات اللي كانت لبولس بعد هذا الميلاد المجيد كان عنده امتيازات من ضمن الامتيازات المرشدون والمساعدون الرب استخدم في البداية معاه حنانيا وبرنابة وتلميذ وإخوه آخرين وقفوا جنب الشاول في ضيقاته وتحدياته ودي استراتيجية الرب في كل حين بيجي تحدي الرب يبعث لك المعين والمساعد والمعدد والمشجع في ظروف وتحديات مختلفة يمكن يصعب على أحدنا أن يكون مثل بولس لكن بنعمة الرب كل واحدة وكل واحد فينا ممكن يكون زي حنانيا أو برنابة معين ومساعد لغيره في خدمة الرب ده كان امتياز لبولس المساعدون والمشجعون اللي وقفوا جبه وسندون لكن مساعد آخر ربما يكون أهم وهو الاختيار الإلهي بعد تردد حنانيا اطمئن اطمئن للقاء الشاول لما الرب أعلى ليه إن هذا ليه إناء مختار ليحمل أسمي أمام أمم وملوك وباني إسرائيل الاختيار هنا بيشمل جانبين اختياره للحياة مع المسيح وفي المسيح واختياره لخدمة الإنجيل طبعا خدمة الإنجيل على نطاق متسع جدا جدا أمام أمم وملوك وباني إسرائيل وممكن نقول هذا المصطلح الاختيار تمكن جدا في خبرة الرسول بولوس وفي تعليمه حتى كان وبلا منازع أكثر من كتب وعلم عن عقيدة الاختيار دعوته للخلاص كتب عنها التلميذ تيموساوس الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي يعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية واختياره ليكون أداة لنقل بشرى الخلاص إلى الأمم والملوك وبني إسرائيل فقد دعي رسول الأمم وهو يشهد عن هذه الحقيقة رمي 11 وآية 13 فإني أقول لكم أيها الأمم بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي مش بس كده أدرك السر اللي كتب عنه في أفص ثلاثة إن الأمم شركاء في المراس والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل الذي صرت وأنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطات لي حسب فعل قوتي وشاهد أمام الملوك أمام أغرباس في قيصرية وأمام الملكة برنيكي وأمام نيرون في روما أما عن شاهدته أمام بني إسرائيل فقد اعتاد في كل الأماكن التي يذهب إليها إنه يبحث عن المجمع علشان يبدأ كراسته لليهود نعم تحقق القول اللي قاله الرب الحنانية إنه ده يكون شاهد ليه أمام أمم وملوك وبني إسرائيل هذا الإناء المختار المبارك شاول الذي أصبح بولس كما قلت صار علامة فارقة في التاريخ مش بس في حياته شخصية لكن في كل التاريخ إناء مبارك الرب شكله واستخدمه أروع استخدام وأن عايز أقول إنه شاول مضى مش موجود لكن إله شاول مازال موجود يقدر يشكلك من جديد ويقدر يصنع منك إناء للكرامة ويستخدمك كما استخدمه نواصل حديثنا في الأسبوع القادم بمشيئة الرب عن رسول الأمم والرب معكم ترجمة نانسي قنقر